بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي معالي سقرباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الأخوة والأخوات أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور انعقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي هذا الفصل الذي شهد الكثير من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية ولكن بتوفيق من الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قدما نحو ما نصب إليه من خير وتقدم وعزة لهذا الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة الأخوة والأخوات لقد أنشأ المجلس الاستشاري لإمارة الشارق على قواعد متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارق حافظه الله ليكون عونا وسندا له وركنا أساسيا في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارق ومضربا للمثل في العمل البرلماني والحكومي القائم على التعاون والتكامل والتوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليباشر مجلسكم من المهام والاختصاصات التشريعية والرقابية ما يلبي طموحات سموه ويحقق الأهداف المرجوة ولكي يتحقق هذا فلابد من وضع توجيهات صاحب السمو نصب عيننا والعمل كما يوصينا دائما للسعي في سبيل تحقيق المصلحة العامة لذلك فنحن نؤكد على ما أوصيناكم به أنتم وجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة على العمل بأقصى درجات التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على ما تحقق من مكاسب وإنجازات ونحن على ثقة بأنكم جميعا أهل المسؤولية الأخوة والأخوات بسم الله وعلى بركته وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله نعلن عن افتتاح دور الإنعقاد العادية الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري متمنين لكم التوفيق والسداد والإمارة الشارقة دوام الخير والرخاء وداعين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يحفظ رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأن يسدد على الخير خطاهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا